ونكمل موضوعنا بالجزء الثاني عن عصير التنظيف الديتوكس عصير الأخضر تشوفوا الأشياء هذه اللي نحطها بالعصائر جرعاتها جدا عالية يعني بدلا لا تشيل سم نقطة قاعد تشيل خمس نقط من السم يعني أكل الله سبحانه وتعالى فيه مضادات أكسيدة ولكن بنسب قليلة يعني ماشية مع الجسم وماشية مع الكبد والكبد محترمة يقول الله عدتك العافية قاعد تشيل لي شيء بسيط مثلا لكلورفل ليش أنا أخذه بيور ليش ليش بكميات عالية موجود بالخضروات بنسب بسيطة يعني مع الوقت ومع التدريج السموم هذي كلها تروح ولكن لما تحط جرعات كبيرة وإن شاء السموم كمية أكبر هنا الكبد ما يقدر يستغلها أنزين أنزين بس يعني ما يصير ناخذة لا تقدر تاخذها بس شلون أو شي بجرعة قليلة جدا 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 يعني شاهدت ملعقة للشاي هالكثر إذا كان مثلا بودر أما تحط ملعقة عودة هذا قلط ومرة بالأسبوع ومرة بالأسبوع وهان وقبل لا ضروري جدا أخوي الغالي الموضوع مو مصخرة قبل لا تاخذ هالأمور على طول تسوي فحص حق الكبد والكلتين الكلتين تشوف الكرياتينين تشوف اليوريا وضحم طيب لأن لا يكون بعد صاعدين وتقوم تصاعدهم أكثر ونشوف مثلا الكلتين نشوف الألبيومين نشوف البليوروبين نشوف في أنزيم اسمه ALT وAST نشوفهم شو نوضحهم وضحم مية بالمية كل أسبوع نشرب عصيرك هذا ولكن انت تشربه ما تدري شو الطبخه مجرد فيديو شفته مني أو من أي واحد مختص يسول في الأمور هذي رحت وطقيته الشخص هذا اللي أنت قاعد تشوفه ترى ما يدري عنك إذا أنت رحت للمستشفى وبيدك تدرب وقاعد تمشي ما يدري ما يدري عنك مجرد معلومات قاعد يقولها ولكن اللي تلقى المعلومات مو قاعد يدير الأموره صح فأنا قاعد أقولك يا بطريقة مبسطة وخايف عليك تكفى وخايف عليك مو عساس شفت فشنسته أو شفت أحد من المشاهير طاق لعصير رحت شربته يمكن هذا بقواره مليون دكتور